موسيقى موسيقى مساكم والله مشهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج حديث المساء نلتقيكم عبر قناة الشرقية من كلباء ونقدم لكم هذا البرنامج وهذه المجلة المسائية والأمسية المسائية التي نتعرف فيها على أخبار المنطقة الشرقية وإمارة الشارق ونستضيف ضيوف مميزين يترون حلقتنا لهذا المساء إذن شهدين الكرام في هذا البرنامج اليوم ستكون لدينا عنوين مميزة ونتعرف على أهم العناوين لهذه الحلقة خور فكان لوحة طبيعية تسر الزائرين قوارب النزهة في سد الرفيصة فرصة للتعرف على معالم طبيعية القانون قامات الموسيقية على الأوتار إذن بعد ما تعرفنا على عناوين حلقتنا لهذا المساء نبدأها بأخبارنا المحلية التي تناقلتها بواقع التواصل الاجتماعي ونبدأها بأولى الأخبار لهذا المساء إنسانية الشارقة تصدر جواز سفر طبي للأشخاص من ذوي متلازمة دون أصدرت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مؤخرا جواز السفر الطبي المخصص للأشخاص ذوي متلازمة دون بهدف توعية أولياء الأمور وأطباء الأطفال بالإجراءات والفحوص الأساسية التي ينبغي القيام بها وفق المعايير والشروط المعتمدة عالميا حيث يأتي الإصدار بالتزامن مع شهر التوعية بمتلازمة دون شهر أكتوبر وأكدت الأستاذة مونة عبدالكريم اليافعي مدير المدينة أن هذه الخطوة والفحوصات المعتمدة من قبل الأكاديمية الأمريكية للطب الأطفال ولجنة علم الوراثة والإشراف الصحي على الأطفال من ذوي متلازمة دون وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على تمكين الأشخاص من ذوي اللعاقة وتقديم الخدمات العلاجية والتربوية والتعليمية والتأهيلية لهم بشكل مباشر إذن من هذا الخبر ننتقل إلى خبر آخر جري سيدات الشارقة في دورته السابعة ينطلق افتراضيا هذا العام يعد جري سيدات الشارقة من أهم الفعاليات السنوية التي يحرص نادي سيدات الشارقة على إقامتها وفي ظل جائحة كوفيد-19 وحفاظا على سلامة المشاركات والتزاما بالإجراءات الاحترازية سيتم تنظيم الفعالية هذا العام بحلة افتراضية وتأتي التجهيزات من خلال تنظيم مجموعة من الجلسات الافتراضية التدريب على الجري والحفاظ على اللياقة عبر البث المباشر على حساب الأنستجرام الخاص بالنادي بهدف تشجيع السيدات على الحفاظ على اللياقة وتبني مارسة الرياضة كنمط حياة صحي وتتجر الفعال الافتراضية خلال الفترة ما بين السادس والعشرون إلى الثامن والعشرون من نوفمبر وبإمكان السيدات المشاركة في فئتي السباق خمسة كيلومترات وعشرة كيلومترات وبالإضافة إلى فئة كيلومترين ونصف الكيلومتر التي استحدثت هذا العام للعائلات وذلك سعيا لتشجيع أفراد العائلة على اتباع النشاط الصحي ولتعزيز روح التنافس الرياضية وسيقدم النادي بالتعاون مع رعاة الفعالية جوائز قيمة من خلال السحب على أسماء المشاركات اللواتي يكملنا السباق وهناك خبر آخر تواصل فعاليات اليوم الثاني مؤتمر اللغة العربية الدولية عن بعد تواصلت فعاليات مؤتمر اللغة العربية الدولية الاستثنائي لليوم الثاني من مساء الاثنين حيث انعقدت ثلاث ندوات تضمن 16 ورقة بحثية ودراسة تناول الثلاث محاور رئيسة هي التعليم عن بعد واستراتيجية تعلم اللغة العربية وجودة مناهج اللغة العربية المبتكرة في ضوء متطلبات التعليم عن بعد ومعايير توظيف التقنية في تعليم اللغة العربية وشارك في تقديم البحوث والدراسات نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص من أساتذة الجامعات وأعضاء الهيئات التدريسية وجهات ذات اختصاص في مجال اللغة العربية وجاء ذلك بحضور 2500 باحث ومعني من ذوي الاختصاص ومحبي اللغة العربية عبر برنامج زوم وأكد المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة أن أهمية المؤتمر تكمن في الاطلاع على أحدث المسجدات والمبادرات المبدعة والإفادة من التجارب والخبرات العالمية والتقارير الناجحة ونشر الوعي وتحمل المسئولية المشتركة تجاه اللغة العربية مع مراعاة خصائصها لتواكب تطورات العلمية والتكنولوجيا السريعة في ظل تحديات عصر العلمة والتقانة ويجعل تعليم اللغة العربية مسايرا لمتطلبات العصر إذن من هذا الخبر ننتقل إلى خبر آخر القلب الكبير تطلق خمس مشاريع إنسانية في جمهورية باكستان بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة لأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باشرت القلب الكبير المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم تنفيذ خمس مشاريع إنسانية بسبع مدن في جمهورية باكستان بتكلفة تجاوزت مليون دولار أمريكي بهدف دعم ومساندة اللاجئين والمحتاجين في القطاع التعليمي والمهني والمساهمة في دعم مساعي باكستان ثاني أكبر دولة مصدفة للاجئين في العالم وتعزيز جهودها في رعاية اللاجئين والمحتاجين وأعلنت المؤسسة التي تتخذ من إمارة الشريقة مقرا لها أن المشاريع تتضمن بناء مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية ومراكز تعليم اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسوب بالإضافة لتأسيس وتطوير مراكز تنموية بالتعاون مع شركاء باكستانيين ومؤسسات عالمية وجاءت توجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسم بتنفيذ المشاريع بعد الزيارة التي قامت بها إلى جمهورية باكستان الإسلامية نهاية شهر فبراير الماضي والتي شملت مجموعة من المؤسسات ومنظمات العمل الإنساني إذن من هذا الخبر الخاص بالعمل الإنساني ومبادرات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسم يقارينة صاحب السمو حاكم الشارقة وهذه المبادرات الإنسانية السامية وما تتخذ هذه المؤسسة السامية في أن تصل إلى اللاجئين حول العالم ومساعدتهم ومد يد العون لهؤلاء المستضعفين إذن وصلنا إلى موضوع حلقتنا لهذا المساء وموضوع حلقتنا اليوم حول إتقان العمل فقبل أن نبدأ في موضوع حلقتنا بحديث شريف لخاتم الأنبياء فهذا الحديث في الحقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه هذا الحديث مهم جدا في حياتنا العملية وكذلك في حياتنا الشخصية لأنه مفتاح للنجاح فموضوع الإتقان والإخلاص في العمل هو أحد أسباب توفيق أي شخص ناجح فإذا كنت تريد التمييز أولا عليك بأن تحترم الوقت لأن الوقت فمين وإذا لم تحترم الوقت لن تحترم أي شيء أنت فعله لذلك اضبط نفسك أولا واضبط وقتك وستنضبط حياتك بعدها تأتي مرحلة إتقان عملك وإن عملت لا تعمل عمل يسوده الحشو ولا تسلم أي شيء وتنضي دائما اعمل الشيء الذي يبقى ويحرف من الذي أداه ومن صاحب هذه البصمة واجتهد 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 في التعلم واترك الناس واترك مشاكلها واترك الهذر الزائد لأن كثرة الكلام والقيل والقال في محيط العمل يقلل من عزيمتك ومن الممكن أن يوصلك إلى مرحلة لمرحلة شحن النفوس لذلك أعمل عملك بإتقان وانضي ونقطة مهمة تذكرها عزيز المشاهد لا تنتظر تقييم من مسؤول أنت فقط لديك حق بأن تقيم نفسك واجتهد ثابر اجعل في قرارة نفسك أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل كائن من كان إذا أردت أن لا تندم على شيء فافعل كل شيء خالص الله سبحانه وتعالى ولا تنتظر ثناء مسؤول على هذا العمل هناك مقولة أود أن أذكرها في هذه الحلقة ونستذكرها للوالد المؤسس المغفول له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل مهيان طيب الله ثرى عندما قال أن الثروة الحقيقية هي العمل الجاد المخلص العمل الذي يفيد الإنسان ويفيد مجتمعه وأن العمل هو الخالد والباقي وهو الأساس في قيمة الإنسان والدولة لذلك امنح عملك لله ولوطنك ردا للجميل وتذكر هذه العبارة جيدا أن الوظيفة الحكومية ليست فقط بابا للرزق إنما قبل ذلك بابا للإنتاج وذواء الحكومة ليست مكاتبها ومكاتبها ليست روتينا للتواكل للتكاسل بل ميدانا للإبداع والنجاح هذه كلمة قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم إمارة دبي ليبث في نفسك العمل وأن تكون بعيد عن التواكل بعيد عن التكاسل وأن تكون مثامر في عملك وأن تكون مجتهد لذلك اجتهد في عملك وأتقن عملك حتى يعرف من صاحب هذه البصمة وحتى يعرف بأن فلان لديه بصمة خاصة وهو متميز فيما يقدم إذن بهذا القدر نكتفي بموضوع حلقتنا لهذا المساء أما الآن ننتقل إلى تقرير آخر تعد استراحة صد الرفيصة في خرفكان وجهة سياحية وترفهية إذ تضم الاستراحة العديد من الخدمات منها مطعم وأماكن ترفهية وأيضا جولة بحرية حيث يمكنك التجديد في مفردك والاستمتاع في جمال المناظر المحيطة بمياه السد وإطعام الطيور والتي تتخذ من السد مكانا آمنا لها لذلك التفاصيل أكثر في هذا التقرير فلنتابع كثيرة هي المقاومات السياحية الطبيعية والمعالم العصرية في المنطقة الشرقية التي تجعل من مدنها عامل جذب للسياحة وتبدو في الصورة إحدى الزوار تستمتع بيوم جميل وأجواء خلابة خلال نزهة بالقوارب في بحيرة سد الرفيصة بخرفكان على الساحل الشرقي لإمارة الشرقى إن كنت من عشاق التجديف وركوب القوارب فاستعد لزيارة خرفكان لخوض مغامرة مختلفة عبر التجديف بالقارب في قلب بحيرة سد الرفيصة الكبيرة هذا فضلا عن ركوب القوارب والنزهة للاستمتاع بجمال المناظر المحيطة بمياه السد وبرودة الأجواء وصفائها كما يمكنك ملاحظة بعض من الطيور التي تتخذ من السد موطنا لها هذا المشروع الجميل مصحوب بنشاط تأملي واستطلاعي لتلك البيئة البرية المتنوعة واستكشاف المناطق البرية المتخبئة خلف الجبال من أجل مغامرة لا تنسى إذن من هذه الاستراحة الرائعة التي بالفعل في عطلة هذه الأسبوع في هذه الفترة والفترة الماضية وإن شاء الله في المستقبل هناك توافد عدد كبير من زائر المنطقة الشرقية في هذه الفترة للاستمتاع بهذه المرافق السياحية التي بالفعل أحدثت نقل نوعية في المنطقة الشرقية إذن مصد الرفيصة إلى استضافة ضيوفنا المميزين والآن فقرة رائعة وجميلة ونتكلم فيها عن الأزمات وتعد الأزمات فرصة حقيقية قادرة على تغيير كل مجريات الأمور وتحويلها إلى الأفضل وعادة ما تكون الفرصة متخفية على شكل أزمة ولكي نتعرف كيف نحول أزمة فيروس كورونا المستجد لنقطة التحول ومن نقطة التحول هذه كيف نستعد لمهارة المستقبل ستجيبنا على هذه الأسئلة الأستاذة سارة الباكري مدربة اكتشاف القوى الداخلية وتطوير الأداء مساء الخير أستاذة سارة مساء النور والسرور هذا اختعاشا إذن التساؤل جميل أستاذة سارة كيف نحول هذه الأزمة إلى اكتشاف هذا الذات أو هذه الذات وأن نأخذ من هذه الأزمة فرصة للتغيير صحيح وبالذات مع جائحة كورونا المستجد توقع الكثير اللي يتكلم عن آثار كورونا وآثارها على الشخص والفرد والمجتمع والدول فيا الوقت اللي واحد يبدأ يسأل نفسا زي أنا هل بتم في الحالة هذه ولا ببدأ لنقطة التحول ونقطة تغيير نعم إذن من أين يبدأ التغيير؟ يبدأ مننا نحن يبدأ من التفكير أول شيء طبعا نحن الموضوع التغيير بالذات نحن في عالم الكوتشنج وعد نتكلم عنه وأول شيء نبدأ نسأل الشخص هل أنت تعرف عمرك ولا ما تعرف عمرك؟ تعرف نفسك ولا لا؟ تشوفي خلال فترة جائحة كورونا وتوقع الأغلب ومنهم أنا شخصيا يعني مريت فيها أن الواحد كان متوقع أن الحياة تستمر مثل مائه وما راح يتأثر وضامن حياته وضامن روتينه اليومي ولكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل أمور ساعات تصير إحنا ما نكون متوقعينها فهنا الوقت والدور عليك أنت أنت شو دورك؟ شو بتسوي؟ إذن حياتنا قبل كورونا مختلفة وحياتنا أثناء كورونا مختلفة وبعد كورونا كذلك مختلفة لكن أستاذ سارة يعني الآن عندما نتكلم عن هذه التغيرات هذه المطلة تغيرت علينا من نمط حياة من حتى نمط تفكير هل نحن نحتاج إلى مثل هذه الأزمات حتى نقوم تفكيرنا حتى نتطلع إلى المستقبل ونخرج من هذه الميازق؟ أكيد اختياجها أكيد فينا الساعات في وقت الأزمات يبدؤون يتخبطون وما يعرفون كيف يتصرفون وهذا الأول خطوة اللي هي أهم خطوة أن الواحد يبدأ يعرف نفسه ويعرف مهاراته ويعرف نقاط قوته ونقاط الضعف اللي لازم يشتغل عليها ما في إنسان كامل في النهاية فتستوي سبحان الله لإنسان ظروف خارجة عن إيده وخارجة عن إيرابته بس الضربة هذه اللي تسي مثل الضرف أو الوقت التحدي الحالي اللي نحن فيه وهو الوقت اللي نوعاً ما يصحيك من نوم وتبدأ تسأل نفسك أنزل أنا شو هدف اليوم؟ شو أبع سوي؟ هل باستمر في دور الضحية؟ هل باستمر ألوم الوضع اللي مستوي؟ هل بتم أحلل شو اللي قاعد يصير؟ يعني الحمد لله احنا على ثقة وعلى يقين بقيادتنا الرشيدة وبالناس المدربة المتخصصة في الأمور هذه خيادة دور عليك أنت تبتم في نفس حالة الاستجواب هذه والحالة الذهنية اللي تاخذ من وقتك وجهدك مجرد تفكير وأنت في نفس المكان ولا تبقى تتحرك؟ وفي خطوات كثيرة نبدأ ونقدر نتكلم عنها وأنا باختصلك شئاها كسبع خطوات عشان يبدأ الواحد يتحول كنقطة التحول ودنا نعرف هذه الخطوات السابع حاضرين الخطوات اللي الله يسلمك تبدأ أول شيء مثل ما أنا قلت بالشخص نفسه يعني تفكيرك أنت اليوم حياتك استذكر شريط حياتك أول خطوة ارجع شوي للبيئة اللي أنت ربيت فيها والأحداث اللي مرت فيها ومش الهدف الهدف مننا الندب أو التباكي بل الهدف مننا معرفة وتوضيح أنا اليوم شخصيتي متكونة بناء على شو من وين أنا استويت من وين أخذت العادة المكتسبة هذه النقطة الثانية تبدأ تسأل على نفسك تطرح على نفسك أسئلة ذكية وخادفة وبعيدة المدى مثل ما قلت لك اختعاشي يعني إحنا كلنا وأنا وحدة منهم في نهاية نحن بشى أخذنا حياتنا نحن ضامنينها وبنتم يعني كل شيء بيتم مثل ما هو يمكن للأحسن ما نعرف الظروف وما نعرف المستقبل شو بيصير فتبدأ تسأل نفسك أنت وأقل ما فيها تتأمل وأنا في خطوة يمكن سر بقول شيئا أن الواحد يبدأ يحط تأملاته وأهدافه اليومية حتى لو يكتبها في ورقة عنده أو يكتبها في دفتر أنا شخصيا أسويها يومية لسنين وأنا متعودة عليها النقطة الثالثة يبحث لعن هدف ما يهم نوع الهدف شو مكان الهدف إن شاء الله أنه يكون يمنع مجاعات الأطفال أو أنه يكون عنده هواية الرسم بغض النظر عن نوع الهدف إحنا مو بهني عشان نحكم أو نحدد الهدف هذا سامي وغير سامي بس لا بد أن يكون كل إنسان عنده هدف تسأليني أنا بتقولين زين كوتش سارة أنت شو هدفت بقولت شو هدفي أنا باتشر ناس تذكرني بالخير أني أنا بكرة أثرت في حياة الناس هذا هو هدف في الحياة عامل الصالح نعم آمني نعم الخطوة الرابعة صرف على طبيعتك لا تغير من نفسك ما في داعي تلبس رداء مش ردائك حلو الإنسان أنه يبدأ وعجبني اللي قلتوه من ساعة أن الواحد يبدأ يوقف مقارنة بغيرة طبعا أنت تبقى تشوف تطمح للأحسن والأفضل بس المقارنات هذه ساعات تكون نوأة ما سلبية وتأثر عليك من تأثير سلبي أكثر من أنه تأثير إيجابي النقطة الخامسة تبدأ تكتشف الذات وتكتشف نفسك وأنك أنت في رحلة وليس في مسابقة عشان توصل لهدف معين وانتهينا هذه رحلة رحلة تتعلم فيها من التجارب الصح والخطأ بطيح وبتوقف ما رح توقف أبد وبتكمل الخطوة قبل الأخيرة أنك تبدأ تتخلى عن الأفكار السلبية وتبدأ تقلل أنا ما أقول أمنع ولكن قلل من إصدار الأحكام على الآخرين حتى على نفسك وأنت أولهم آخر خطوة طبعاً باختصرها عجبتني مقالة الغاندي أن أفضل طريقة لاكتشاف الذات هي الانشغال بمساعدة الآخرين والحمد لله بفضل رب العالمين أنا بالنسبة لشخصينا هذه نعمة أني أنا أقدر أساعد الغير طبعاً هذه لا تقتصر على تخصص معين ولا على مجان معين أنت تقدر حتى تساعد أهل بيتك تقدر تساعد ناسك لو صديق ما كلمت أو شخص ما كلمت من سنين ورفع السماعة هذا أندل على شيء دل أنه فقته فيك نعم وهذا وقتك وحاشتك أنك توقف معه نعم إذن الأخيرة جميلة بالفعل نحتاج بأن نفعل البذرة الإنسانية في دواخلنا وفي جوهرنا لأن موضوع المساعدة موضوع التطوع موضوع الخدمة هذا بحد ذاته يجعل هذا الشخص بأن ينشغل في أن يقدم المميز بأن ينشغل بتقديم الفريد من نوعه لذلك أستاذة سارة عندما نتكلم عن هذا التحول أعتقد هناك مع هذا التحول قد نحتاج إلى التنوع وقد نحتاج ربما إلى المرونة فكيف للمرونة أن تخلق فرص في تقليل هذه الأزمة والتكيف معها والتعايش معها أكيد أختي تشوفي معاش المرونة إهيتي مع الوقت وإهيتي مش فجأة أنا بقول اليوم راح أكون مرن وفجأة استوي شخص مرن هذه كلها عبارة عن مهارات وأنا دائما ما أقول لعميلاتي في الكوتشينج ولو يشوفون المقابلة هذه بيتذكرون أقولهم المهارات نفس العضلات نفس الشخص اللي ما يتدرب وما يروح النادي الرياضي شو يستوي في جسمه نفس الشي مع المهارات يتعب يتعب ولما يتبدأ تروح شو يستوي لك تبدأ تحس بألام لأنك أنت مش متعود المهارات نفسها بالضبط متى جسمك يبدأ يتعود لما تنتظم على روحتك للنادي الرياضي نفس الشي مع المهارة المهارة مثل المصل مثل العضلة في الجسم لابد أنك تعودها وتمارسها إحنا على يقين كل الكوتشز أن المهارات هذه كلها مكتسبة المهارات هذه تقدر تكتسبها بسهولة يبغي لها إصرار واستمرارية إصرار واستمرارية وصبر عشان ما أكون شذابة لأن أنا ما راح أقدر أقول اليوم بيكون عندي المهارة الفلانية وبتكون عندي لابد أني أنا أنوي وأصبر وأستمر عليها وبتكون عندي المهارة هذه اليوم نحن نتكلم عن بعد جائحة كوفيد شو اللي صار صار أن نحن بدأنا نفكر في أمور كثيرة كل إنسان لو بتسألين الأطفال يعني إذا طفل عمره ست سنين صار يعرف كورونا ويقوم تشيل بس له الماسك ويحط المعقم وصار مهتم بأمور الصحة والوقاية اللي ما يعرفها فنفس الشيء اليوم مع الجائحة هذه صرنا نفكر ونتكلم في أمور كثيرة ودخلنا في أمور عميقة وأرجع وقولك اختعاشة في النهاية هذا قرارك أنت كشخص تقدر تستمر بدور الضحية وقاعد وما تتحرك من مكانك وتقدر تبدأ تطور من نفسك وتبدأ تأخذها كفرصة للتحول وللتغيير الأفضل طبعا نعم بالفعل يعني كورونا غير من سياسة العالم غير على الصعيد الشخصي غير على الاقتصادات العالمية غير حتى على النظام المؤسسي لذلك هذه التغيرات تحتاج إلى قلب قوي كيف نقوي قلبنا أستاذة سارة؟ والله تشوفي الواحد كيف يقوي قلبه أول شيء اختعاشة أول شيء الإيمان برب العالمين هذا شيء يعني ما يختلف عليه اثنين ثقتك برب العالمين أن كل شيء بإذن الله يكون مصلحتنا شوفي سبحان الله على قدم الجائحة هذه كانت قوية وأثرت على ناس وهدمت حياة ناس وخربت بيوت وناس طلعوا من وظائفها وسبحان الله كان لها أثر كبير يمكن نحن بفضل رب العالمين وقيادتنا رشيدة وما حسنا فيه بكثر الأماكن الثانية اللي تأثرت دول تأثرت وطاحت ففي النهاية أننا عشان نقوي قلبنا ناخذ الدروس هذه نكون على يقين ونكون على ثقة ونبدأ ناخذ هذه الدروس ونتعلم منها ونستفيد فالنعم زوالة لازم نحافظ عليها اليوم أنا عندي نعمة أنتوا تكلمتوا عن موضوع الوظيفة الوظيفة أنا ما أتأخذها عشان موضوع راتب أنا هذه نعمة أنا أكتبها يوميا في يومياتي أحمد رب العالمين عليها أن أنا عندي وظيفة أنا عندي علم أقدر أسخر العلم هذا لي يخدمني ويخدم مجتمعي ويخدم الكوميونيتي والمكان اللي أنا فيه ويخدم أولهم أهلي وبيتي فإحنا عندنا عندنا أختي نعم فالواحد يقوي قلبه طبعا أول شيء يراجع اللي حوله ويشوف ويتعلم ويذكر ويذكر لأن الإنسان ينسى فلا بد أن يذكر نفس الساعات نتهاون ترف أمور جدا بسيطة نتهاون في كتابة يوميات نتهاون في أهمية الأمتنان نتهاون في أهمية توكيد الذات أنا أنسى مهاراتي وأنسى النقاط القوة اللي عندي إذا كل يوم أكتب لي نقطتين أو ثلاث نقاط أذكر عمري بس أمتنان نفس الشيء أنسى الأشياء الجميلة اللي في حياتي فمجردني أمتن كل يوم إذن أستاذ يعني هذه التذكيرات وهذه التوكيدات وأهمية في أن نعزس في ذواتنا وفي دواخرنا بأننا نستطيع أن نقدم لكن موضوع الحفاظ على هذه الاستمرارية كيف نواضب على الالتزام بهذه الاستمرارية أنا ذكرت في موضوع الحلقة اليوم حول أن الإنسان يكون مثابر يكون مشتهد لكن كذلك اليوم أنا ودي أن تدخلي معي في هذا الموضوع وطريقة الاستمرار في الاستمرارية طريقة أنا يعني عندما أقدم الشيء لا ينتابني الملل وقدم بطريقة يعني تستمر لفترات وتكون نمط حياة وأسلوب حياة تبعه حتى الممات صحيح بقولت أختي أول شغلة أول شيء عشان الإنسان يبدأ يتغير ويبدأ يستمر لا بد أننا يعرف المعرفة يعني اليوم أنت بتقولي لي إن زين سارا شو أعرف شو أستمر شو أعرف شو بقولت أعرفي يا أخي شو المطلوب أعرفي شو المهارات المطلوبة مننا اليوم إحنا في أزمة شو المطلوب منك وأنت قلتها قلت المرونة هذه مهارة وفي ساعات اللي يسمونها في الدراسة سامحيني بقولت شيئا بالإنجليزي بس هي التفكير المحدود والتفكير بالضبط والضيق والمتطور والواسع بالضبط فاليوم إحنا تفكيرنا وين حتى الشخص اللي تفكيره ضيق وعلى قده لابد أنه يوسع لأن ظروف الحياة والوضع الراهن اللي إحنا فيه ما ينفع عندك أنت تتم تفكيرك الضيق في أشياء يديدة حتى إحنا قاعدين نتعلمها فأول شي لابد أن يكون عندنا الوعي إحنا أنت قلت في عنوان البداية ما هو المهارات المستقبل نزل شو هي نعم نحن قبل ما نقول عشان نستمر شو هي المهارات نعم بالفعل ما هي المهارات المستقبلية المطلوبة حتى نستطيع أن نواكب هذه التغيرات في هذا المستقبل والله تشوفي أنا يوم حضرت لقائنا اليوم رجعت المقالة كتبت السنة اللي طافت أو بلا صح كان عندي مقابلة مع غلف نيوز وتكلمت عن تسع مهارات تسع مهارات هذه يمكن لخصتها في ثلاث حروف أجنبية اللي هي ELC تفسيرها ال-E اختصار بقول شيئا ال-E اختصارها ثلاث كلمات بقولها بالانجليزي وبترجمها بالعربي ثلاث كلمات اللي هي emotional intelligence اللي هي الذكاء العاطفي efficiency الكفاءة والدقة ethics أخلاقيات في العمليات وأنا يمكن كان اللقاء بخصوص العمل والمهارات المطلوبة في العمل بحكم خبرتي في الموارد البشرية هذه الإيه طبعا أنا قبل ما أروح للي بعدها خليني آخذ بس ثواني أقولتش ليش أنا قلت هالشي اليوم أول شيء أنت عشان تبدأ تتعاطف مع الناس وتبدأ تحس شو اللي قاعد يصير حولك وتبدأ الناس تفهمك وأنت تفهمها لابد أن يكون عندك ذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي يسمونها بعد نعم لابد أنك أنت تحس بغيرك وتفهمها مثل ما يقول نحن نقولها باللهجة العامية تفهمه هي طايرة تفهم شو اللي قاعد يصير حولك ساعات تدخل أنت مجلس وتبدأ تحس بشي وهو هذا ذكاء العاطفي تبدأ تحس شو اللي قاعد يصير الشخص هذا فيه شي نعم الإنسانة هذه لا مضايقة فهذا هو الذكاء العاطفي هذه من أهم المهارات اللي لازم تكون عند الشخص واليوم أولها في جائحة كوفيد نحن محتاجين يكون عندنا ذكاء عاطفي أنا اليوم كمهارتي كأم لابد أني أحس في عيالي شو حاسين ممكن ما يخون التعبير ما يعرف يتواصل حكم عمرة بحكم سنة بحكم كبير السن نفس الشي لا بد أن يكون عندنا ذكاء عاطفي الدقة والكفاءة لا بد أن يكون عندنا مهارة التفاصيل مش التفاصيل في الحديث ويطول الحديث ولكن التفاصيل والدقة في الأمور اللي نحن نسويها في حياتنا ما تكون بعشوائية وآخر شيء الأخلاقيات أخلاقياتنا بشكل عام أخلاقياتنا في العمل أخلاقياتنا في بيئتنا يعنينا دائما نقول في التربية أنت قدوة ولما تكون قدوة ما يستوى تقول لأيالك لا تكذب وأنت مناك تروح تقول للشخص على التلفون والله أنا طالع وأنت قاعد في البيت فهذه القدوة وهذه الأخلاقيات نتكلم عنها اللي بعدها اللي هم مهارة القيادة مهارة القيادة نعم مهارة التعلم المستمر واللغة اليوم نحن فضل رب العالمي نعمل نحن عايشين في هذه البلد الطيبة وعايشين مع قيادة رائعة صاروا يتكلمون عن قيادة دولتنا في الجامعات العالمية فإحنا عندنا درس قاعد يصير يوميا نتشوفه فأقل ما فيها نتعلم منها لما نشوف واحد من شيوخنا اللي طالع بعمارهم ينزل للطفل يتصور مع طفل يوقف يحب شيبة على راسه هذه كلها قيادة لما نشوف دولة وصلنا للمريخ وحطينا راسنا بروس الدول الكبيرة العالمية هذه قيادة نعم هذه إصرار هذا توجه هذا هدف واضح هذه متابرة هذا أمل اجتهاد ليل ونهار خلانا نوصل فالقيادة الحمد لله احنا عايشينه ونشوفه نزل التعلم أنا اليوم يعني ساعاتي حزنني ما أخفيت شاني أشوف ناس وصلت لمرحلة قالوا خلاص اكتفينه عندي الشهادة الفلانية التعلم ما لعمر وما يخلص تعارفين بنتي عمرها 14 سنة سألتني من فترة تقولي ماما أنت ما تبتوك في التعلمين قلت لها ما راح أوقف وحتى ما يكون عمري ظل أعطاني عمر وعافية لين ثم وانين تسعين سنة أنا بتم أتعلم طولة العمر لأنه ما لعمر وياكم يا رب ما لعمر فليش ما نتعلم ونسخر التعليم هذا في خدمة مجتمعنا أنا في النهاية التعليم هذا ما أخبيه لعمري أروح أطلعه للعالم بالفعل أستاذة سالة واللانجوز معاجه على عجالة حبيبتي اللغة في النهاية نحن طبعا عايشين في مجتمع في كل الجنسيات والجاليات فاللغة صارت هي اللغة تقريبا اللي نعتمد عليها آخر شيء بختصر في آخر ثلاث مهارات السي الكمنيكيشن مهارة التواصل الفعال الكميتمنت الالتزام وآخر شيء الكميكترزولوشن أو اللي هي حل النزاعات إذن الأستاذة سارة الباكري مدربة اكتشاف القوة الداخلية وتطوير أداء سعيدة بهذا الحوار سعيدة بهذه الومضات الإيجابية التي بالفعل تفعل الإنسان بأن يكون فعال في المجتمع وأن يكون جزء من هذا المجتمع سعيدة بهذا اللقاء سعيدة بالحوار الذي دار قبل الحلقة وأثناء الحلقة وإن شاء الله سوف تكون لدينا لقاءات أخرى معك شكرا لك سارة على هذه الكلمات الرائعة شكرا لك شكرا لك اختيعاش يعطيكم ألف عافية يا رب